أعلن مفارقة على كل المتابعين اللي لاحظوها في الوقت اللي الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس المرجع مسعود بارزاني يعمل ما يعمل من أجل عدم الوصول إلى لا سامح الله الفوضى أو الخطر أو سفك الدماء ويعمل من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى الحلول نرى بأن لا زالت محاولات البعض بمحاولة الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادة الحزب في كل مرة بطريقة جديدة وبطريقة حقيقة مؤسفة الحزب الديمقراطي الكردستاني كل الحكومات السابقة منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى لنقول منذ تأسيس الحزب كل الحكومات سواء الملكية أو الجمهورية أو الدكتاتورية وحتى بعد 2003 قامت ربما بالمئات من المحاولات الرخيصة من أجل الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني وحل هذا الحزب لم تستطع كل قنابل الأسلحة الكيميائية لم تستطع الأنفالات بحق البارزانيين بحق الكرد الفيليين بحق كل أبناء شعبنا تدمير 4500 قرية كل هذا وغيرها الكثير بعد 2003 ليس فقط الحكومات العراقية حتى الحكومات الإقليمية وحتى الدولية مؤامرات كثيرة شهرناها مدرات كثيرة الآن الوضع اختلف سيصبحي الوضع إذا تسمح لي الآن اختلف عدنا محكمة اتحادية جادة مع الجميع متمي لطرف على حساب طرف آخر عدنا مخالفات قانونية قام بها الديمقراطي الكردستاني وآخرها عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بملف النفط وهذه الثغرة يعني هو الموضوع همه هزلي ممكن موضوع جدي أكد عاوى اليوم أكون محامي نكلفهم دولة القانون من أجل حل الحزب الديمقراطي الكردستاني عزيزي المحكمة الاتحادية مع احترامنا وتقديرنا لقراراتها يعني أصبحت معروفة لدى القاص والداني كل قراراتها في الآمنة الأخيرة كانت للأسف الشديد مسيسة وبالتالي هي نوع من الضغط تمارس هذه القوة التي تحاول أن تمرر من خلال المحكمة الاتحادية قرارات ظالمة وبالتأكيد نحن أيضا نقف مع الدستور الدستور هو فوق الكل فوق المحكمة الاتحادية فوق الجميع وبالتالي الدستور هو الذي يمثل الخيمة للجميع وعدم التمسك بالدستور هو يمثل يعني هي القامة القاصة الكبرى لهذا كل ما يحدث وبالتالي لن تؤثر علينا مثل هذه ستمر ونحن ننظر بجدية ولكننا أيضا لدينا قانون ولدينا دستور ولدينا قضاء ولدينا شعب كردستان وقيادة كردستان اشتركوا في القناة